مجموع عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشي العام للمديرية العامة للأمن الوطني بلغ 2447 شكاية خلال سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022 أرقام تعكس وعي المواطنين بحقوقهم وثقتهم في مرافق الشرطة وذلك ما يفسر إقبالهم على إيداع شكايتهم وتظلماتهم لدى مختلف المصالح المختصة رواق نظم تحت عنوان تخليق المرفق العام الشرطي المنظم بمعرض الأيام المفتوحة للأمن الوطني بأجدير يسعى لإطلاع المواطنين على مختلف المصاطر المتعلقة بتقديم ومعالجة شكايتهم وتظلماتهم التي تحال من طرفهم على مختلف المصالح الأمنية الممركزة أو اللام مركزة للمديرية هذا رواق مخصص المفتشية العامة وكما تشوفوا هنا واحدة المجموعة للبيانات الأولى هو مدونة قواعد سلوك موضافي الأمن الوطني وهو ملزم الجميع موضافي مكون 13 مادة وهو ملزم الجميع موضافي المديرية العامة الموطني بالإضافة إلى رسم توضيحي لمستارات معالجة شكاية وتظلمات سواء على المستوى المركز أو المستوى اللام مركز والذي يبدأ من تجيل الشكاية المرتفق إلى غاية تبليغه مقال الشكاية وهو رسم توضيحي الضورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني تظاهرة تهدف إلى إطلاع الزوار على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديري العام للأمن الوطني من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام